اشتركوا في حلقة جديدة هنا في رمضان في البيت على هومس هنا ما رجعنا في فيديو جديد وحلقة جديدة وده حيكون الفيديو الاخير في التريلر ري اكشنز انا مليش دعوة يعني الفيديو ده اللي حيجي لما حيجي يطلع لو فيه تريلرز تانية نزلت بعد الفيديو ده انا مش حمل لها تريلر ري اكشنز خلاص لان انا كنت منزل فيديو امبارح ولا اول امبارح من يوم او من يومين اا كنت اعمل برضو تريلر ري اكشنز لمسلسلات بتاعت رمضان ومع ذلك برضو نفس حصلت نفس الحركة اللي انا حطتها ككوميك او كميم في الفيديو بتاعي على موضوع مسلسلات رمضان ان هو حرفيا يعني انا بصور بمنتج وما فيش تريلرز بتنزل اجي اعمل ابلود للحلقة الايه بعدها في بتاع كزا تريلر نازل يعني انا مش فاهم ايه القرف ده يعني نفس الحركة فعمتا دي هتكون الحلقة الستة والاخيرة في بتاعت مسلسلات رمضان مش هنعمل حلقة تريلر تاني في مسلسلات رمضان دي هتكون اخر حلقة حتى لو في تريلرز تانية نزلت بعد الحلقة دي لما هتنزل انا مش هعمل لها تريلر ري اكشن لان لحد النهاردة لحد ما الحلقة دي بتتصور على فكرة في مسلسلات برضو مع ذلك برضو من نزلتش التريلر بتاعها فانا مش فاهم ليه وخلاص رمضان فاضله خمسة ايام والحد الوقتي انا مش فاهم ايه الفكرة ان هما منزلوش الوفيش التريلر وبصراحة الموضوع بقى يعني مستفز جدا لان انا مش هستنى بصراحة لحد اخر وقت لان انا برضو زي ما انتم شايفين في القناة احنا بصراحة بتدينا ان احنا نرجع نشتغل جامد جدا وكل يوم تقريبا بننزل حلقات وبتاع فانا مش هستنى لحد دايما لحد اخر وقت على موضوع التريلرز فانا عايز اشتغل في حاجات تانية في فيديوز تانية والكلام ده كله فمش هفضل دايما ان انا مستني التريلرز لما تيجي تنزل لان بصراحة الموضوع مستفز جدا فالحلقة دي هتكون عبارة عن تريلر ري اكشن برضو على مسلسلات رمضان وان شاء الله بإذن الله الحلقة اللي جاية هتكون الحلقة بتاعة ايه اللي هنتفرج عليه و ايه اللي مش هنتفرج عليه السنة دي على هوم سينما شاستغل عليكم كتير يلا بينا نبدأ على طول بالتريلر بتاعة مسلسلات رمضان وده بتاع مسلسل امبراطورية ميم يلا بينا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر امبراطورية ميم رأيت الاديب الكبير احسان عبدالكدوس ما اعتقدش مسلسل ده يبقى معايا هو لازيز انا حاسه ان هو لازيز وخصوصا انا ما شفتش مسلسل راجعين يهوى راجعين يهوى هو نفسه صناعة لعمل ده بس في ناس كتيرة جدا شافت راجعين يهوى بيقولوا ان هو كان حلو يعني اه حلو وجود اه هرجوع حالة شيحة معانا ونشوة مصطفى بس مش عارف حاسس ان النشوة مصطفى وحالة شيحة وحالة شيحة بالذات يعني مع كابل الاحترام لها بس احس ان هي ميس كاست قوي في المسلسل ده للاسف ما اعتقدش حيبى معانا بس غالبا ممكن حيبى في الفيفتي فيفتي وهتعرفه في الاخر يعني بس لا ما اعتقدش حيبى معانا المسلسل ده يعني مش متحمس له بصراحة يعني عندنا المسلسل اللي انا بصراحة مستنيه جدا 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 وهو من المسلسلات اللي بصراحة تفرجنا عليها السنة اللي فاتت وكان واحد من افضل المسلسلات بتاعة الفين تلاتة وعشرين وهو مسلسل كامل العدد المسلسل دلوقتي بصراحة من المسلسلات اللي انا بحبها جدا السنة اللي فاتت وكان واحد من افضل المسلسلات في الفين تلاتة وعشرين وهو مسلسل كامل العدد عندنا الجزء التاني السنة دي وهو كامل العدد بلاس وان وهو الجزء التاني بتاع مسلسل كامل العدد وكان بصراحة مسلسل رهيب يعني مش طبيعي اه اعجبني جدا وكان واحد بجد انا من من وجهة نظري شايف انه كان واحد من افضل المسلسلات السنة هتمنى أنه بجزء التاني يكون على نفس الطاقات يلا بينا نشوف التريلر اشتركوا في القناة والروح والبهجة بتاعت الجزء الأولاني وعجبني أن شريف سلامة دلوقتي بقى تحس أنه بقى عقلاني شوية وبقى حوار أنه حيبقى شكله تقريباً في حد حيتقدم لبنت من بناته أو بنت دينا الشربيني يعني مش فاكرة كمين أعيال مين بصراحة ولفت حلوة جداً أنه هم أجابوا برضو ريفرنس لمصطفى درويش الله يرحمه بجد لا لا حلو عجبني فكرة أنه حيبقى فيه بنت المراضي في الموضوع تقريباً مرنة عبدالوارث تقريباً كان اسمها اللي كانت طلقت في مسلسل ريفو ودي تقريباً اللي بتكراش على شريف سلامة ودينا الشربيني فيه نائر ونقير ما بينها ونائر ونقير ما بينها وما بين شريف سلامة ودي برضو من الحاجات اللي أنا فعلاً بجد عجباني جداً وعجباني قوي من ظهور ميمي جمال وميمي جمال تقريباً هيها تقريباً من وجهة نظري شايف إن هي هتبقى الأفضل في المسلسل ده فلا أنا مبسوط جداً وبجد حقيقي من التريلرز اللي بجد حقيقي ببساطة قوي وأنا بتفرج عليها يعني فكامل العدد الجزء التاني ديفينتلي حيبق معنا السنة دي لأن السنة اللي فتت فرجت على الجزء الأول وحتى لو مكنش تفرج على فكرة كامل العدد ده بالزبط يعني سيبكم للناس عادة ترشحوا لي والكلام ده كله بس أنا على نفسي أنا بحب يدينا الشربيني وعجبني فكرة المسلسل وبصراحة لو مكنش تفرجت على الجزء الأول وكنت تفرجت على التريلر بتاع سيزون 2 مكنت شفتش 1 وكنت ممكن أرجع تفرج على 1 عادي وأرجع تفرج على الجزء ده يعني بس لأت ديفينتلي حيب معنا كامل العدد نخش على المسلسل اللي بعدين اللي هو أنا شايف نوجة نظري من المسلسلات اللي أنا مش متحمس لها نهائياً والمسلسل هو مسلسل محمد سامي السنادي وهو مسلسل نعمة الأفوكاتو يلا بينا نشوف اشتركوا في القناة أوكي مسلسل نعمة الأفوكاتو اللي أنا مستقربه جداً من التريلر هو مسلسل كوميدي ولا مسلسل دراما يعني بجد والله العظيم تلاتة لما جدينا عملنا تريلر ايكشن للمسلسل ده كايب فشخ كايب كايب يعني وقصة انتقام وكده كده عارفين القصة رايح لحد فيلم بس لأكد تفرج على تريلر ده تحس ان هو يديك الفايبس ان هو مسلسل كوميدي فبرضه أنا مش قدر أفهم يعني هو مي اوبيينيون أنا كيكا ما اعتقدش ان هتفرج على نعمل أفوكاتو بس انا ما عرفش ليه بس حاسس ان حاسس ان دور دور مية عمر حيبقى افضل دور هي عملته من وجهة نظري يعني حتبقى افضل دور هي عملته في تاريخ يعني يعني في دورها كتمثيل يعني بس ما اعتقدش ان هو حيبة معانا لأ مش هعارف ممكن يبقى في الفيفتي فيفتي مش هعارف بيرتو بس انا عامة ما اعتقدش ان انا حطه في القائمة يعني بعد كده بتاعه هو مسلسل مصار إجباري وحسس ان هو ممكن يكون المسلسل ده من المفاجآت لمسلسلات رمضان السنة دي في عام 2024 لبطولة عصام عمر وأحمد داش المفروض بقى له المسلسل شبابي يعني فيلا بينا نشوف الأوفيشال تريلر اشتركوا في القناة أوكي تريلر مسلسل مصار إجباري بصراحة عجبني جدا وحسس ان هو حيكون مسلسل من المسلسلات المفاجآت السنة دي ومسلسل مصار إجباري هو المسلسل حيكون معانا السنة دي في قائمة مسلسلات رمضان وعجبني جدا ان يده مسلسل كامل لواحد زي أحمد داش ويعصام عمر فحاسس ان المسلسل يعني عارف انت اللي هو المسلسل شبابي أخيرا نده فرصة للشباب فحاسس ان المسلسل ده ممكن يطلع منه حاجة بجد يعني من المسلسلات اللي احنا كنا مستنين للتريلر بتاعها السنة دي ومن المسلسلات اللي احنا بنحطها دايما معانا في القوايم بتطلع حلوة بتطلع وحشة وهو مسلسل الكبير الجزء التامن فنزلوا السنة اللي فاتت المسلسل بجد كان وحش جدا اتمنى السنة دي يعوضونا ان هو يبقى احسن من بتاع السنة اللي فاتت لانك سمعت برضو ان غالبا المسلسل ده هيكون اخر موسم فلان الدور الكبير اصلا اتحرق فمن كم يوم كان فيه بوست اصلا على السوشال ميديا ان الدور اللي بيصوروا فيه كبير يعني المسلسل الكبير وكده اتحرق فغالبا ده هيكون اخر موسم فده اللي انا سمعته فالله اعلم اللي بينا نشوف التريلر انا مش عارف ليه مش متفائل برضو ازاي الجزء اللي فات يعني انا مش عايز اتفائل واحش في المسلسل بس ما اعرفش ليه مش مش متفائل يعني هوا اه بحلو وحش وكل حاجة وبتاع بس برضو ستلح هنتفرج عليه بس ما عرفش ليه عندي احساسا ان المسلسل مش هيتلع قد كده برضو زي السنة اللي فاتت ما عرفش ده احساسي واللاحستو برضو في التريلر فزع مش موجود على فكرة فغالبا مش معانا هو السنة دي فكده فزع برضو خلع يعني من المسلسل مش موجود مش مكمل غريبة قوي اتمنى المسلسل يبقى بجد غير التريلر لان انا فاكر سيزون سيكس جزء الموسم السادس التريلر بتاعه كان وحش جدا جدا خصوصا كان اول مرة مربوحة بتطلع فيه وبعد كده اكتشفنا لقى بصراحة المسلسل كان حلول وكان بتاع سكويد جيم بس بتاع السنة اللي فاتت بجد ده اللي كان سايق جدا التريلر كان وحش ومسلسل كان وحش يعني الموسم كله كان بجد كان سخيف والسنة دي بساطة اللي انا شفت عمر الرمزي بجد اتبساطة انه شفت عمر الرمزي في برنامج اللي حيعمله تقريبا اسمه نص مليون مش مان سربح يمينه اسمه نص مليون فحيقدم لنا نفس الكاركتر تقريبا الرخم اللي هو عمر الرمزي اللي كان بتاع نفس الكاركتر اللي هو كان بتاع حلهم بينهم يعني فمبسوط يعني فيه فيه حاجات جديدة فيه حلقة بتقريبا عن الهالوين اهو شفتها وفيه الحلقة بتاع تلك السادسة بابيلة دي ممكن تكون من اكتر حلات انا ممكن اكون مستنيها لان انا عندي احساس ان دي تقريبا الحلقة اللي هتبقى فيها بتاع 3 ا 4 ا 5 حلقات يعني دي هتبقى حاجة شبه سكويد جيم كده حاجة شبه الامريكان فوتبول الحلقات الايكونيك بتاع المسلسلات الكبير بس اوبر اول هو مسلسل طبعا حيبا معنا وكل حاجة بس ما معرفش ليه مش متفاقل خير بقى اتمنى بصراحة المسلسل يعني يعني بجد يفاجيني يعني اتمنى بجد حقيقي مسلسل يفاجئني دي انا مسلسل دلوقتي من المسلسلات اللي انا حرفيا يعني قبل ما اشوفي التريلر مش حاسسها خالص هو اسمه مسلسل اسمه رحيل بتاع ياسمين صبري ما عرفش ده حتى ايه القناة قناة ابو ظابي اللي هتتعرض عليه فغريبة اوي انا حتى المسلسل ده ما شفتلهش بوستر حتى على اي بلاتفورم يعني فده انا مستغربه جدا فتقريبا مسلسل ده حاجة في التليفزيون اصلا مش هيجي على اي منصة من منصات تقريبا يعني انا ما شفتش يمكن الله اعلم ممكن يكون حينزل على المنصة انا ما خدتش بالي بس ما عرفش ليه قبل ما اشوف التريلر مش يعني مش متحمس له بربع جنيه يعني قبل ما اشوفه يعني يلا بينا يمكن اطلع حلو يمكن ياسمين صبري تقريبا السنة دي حتبقى حتلعب دور محمد رمضان الفتاة الشعبية اللي بعد كده تقريبا حتتغنى وبعد كده حتخش السجن وهتخرج تنتقم نفس ستيريو تايبينج يعني لديز ان جنتلمان بنقدم لكم ياسمين محمد رمضان صبري فتقريبا نفس اخد نفس الستيريو تايبينج بجد بتا محمد رمضان وبعد كده حوار ان ياسمين صبري يعني انا اسف يعني مع كامير احترام اليها بس ياسمين صبري في حارة شعبية وبتتكلم بالطريقة بتاعة الحارات الشعبية يعني الموضوع انا مش هادر ابلعه بجد يعني يعني انا اسف بس انا موضوع فيك قوي يعني انا بجد وفول ميك اوب وبسم الله ما شاء الله فينيرز سنان ويعني حتة شعبية از اي دي الا اي زبقى دي حتة شعبية في ايجيبت مسلا يعني التجمع مسلا يعني انا ممكن اقدر افهم كده لكن حتة شعب لا موضوع صعب جماعة ده ولا هححطه في الفيفتي فيفتي ولا معايا ولا اي حاجة يعني لو مسلسل والله لو طالع كويس جود فور هر يعني بس انا عن نفسي انا اسف يعني انا وقتي بالنسبالي اهم يعني ان انا نتفرج على مسلسل زي ده عندنا برومو اللي قبل الاخير معنا وهو برومو مسلسل العتاولة وطبعا احنا قلنا قبل كده في التريلر الاولاني ان المسلسل ده حيكون ان شاء الله وباذن الله معانا في القايمة بس نحب بردو نتفرج لو فيه برومو نزل ولا حاجة احب ان احنا نطلع يعني لو فيه برومو نزل فبتاع فيالله بينا نشوف احنا نشوف مسلسل على طاولة دافنت لي هيبقى معينا السنة دي. انا حاس ان هو بجد حقيقي المفوق المسلسل ده وحاس ان هو بجد اللي حيحطه هو بس مسامرة يعني ده بكل تأكيد يعني فبجد بسيطني وبرضو اللي شديني في البرومو ان اللي حيغني يعني في حد بيغني تيتري او بيغني في المسلسل هو خالد عجاج ان هما رجعوا للخالد عجاج ان هما يجبوه في المسلسل ان هو يغني ومفروض ان خالد عجاج ده قيمة وقامة يعني يعني برضو في سنة من السنين لفترة كبيرة جدا على فكرة يعني فغريبا هما رجعوا لمحمد لا سوري الخالد عجاج يعني هيبقى معينا في مسلسلات رمضان السنة دي وهو مسلسل الحشاشين وده تقريبا على ما اظن من الحاجات اللي انا دورت عليها يعني برضو قبل ما هقفل الفيديو فهدور لو في تريلرز تانية نزلت اللهم بلغت اللهم فاشه يعني عن نفسي لو في تريلرز تانية نزلت بعد الفيديو ده والله في سماية ما هعمله يعني حتى لو تريلر ده لو لو ديكابريو نفسه شخصيا مسل فرمضان السنة دي ما هعمله فلان بصراحة يعني انا انا اسف يعني بس رمضان فاضله خمسة ايام ففكرة ان انا هعمل تريلر اي اكشن تاني موضوع جماعة يعني انا لو وردت لكم مش هوري لكم يعني هي خليها مفاجأة بس انا مجهز حلقات كتيرة جدا 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 فترة جاة في هوم سينما فالموضوع يبقى صعب غير ان احنا هنشتغل في هوم سينما يعني هنعمل فيديوز وهنشتغل عليهم وهنتفرج فالموضوع يبقى لوت تو موتش فلازم ننهي بإذن الله الحلقة دي عشان نشوف الدنيا الفترة اللي جاعة تبقى عاملة ازاي في موضوع المسلسلات يعني وكده وخصوصا الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله هنقوله هنتفرج عليه فده حيكون معانا غالبا اخر تريلر فحعمل بتاعة مسلسل الحشاشين ولو في مسلسل تاني نزل له تريلر دلوقتي واحنا قاعدين كده برضو حقبطوا عمله تريلر لو مافيش خلاص انسى انسى يا باشا خلاص مش هتباعت انا فور دا فورت تايم انسى عندنا مسلسل الحشاشين وهو اكتر مسلسل متحمس له السنادي ومش انا الواحد اللي متحمس له كل الناس تقريبا متحمس له خصوصا ان هو من بطولة كريمة عبدالعزيز واحد من اهم من جمل التلفزيون والسينما خصوصا السينما والممثل الاعلى ارادات في تاريخ السينما يعني فغير ان هو مع مخرج جامد بيتر ميمي ومعا كاست جامد كمان فيلا بينا نشوف الاوفيشال تريلر مسلسل الحشاشين اوفيشال تريلر يلا بينا اوفيشال تريلر بصراحة تريلر عجبني جدا ده حرفيا بدون مبلغة ده احلى تريلر في رمضان السنة دي يعني بجد حرفيا بدون مبلغة ده احلى تريلر في رمضان السنة دي وبعده تريلر المتاح اللي انا اصلا مش بتابعه بس عمل تريلر اكشل وبعده تريلر اا كامل لعدد واو لا المسلسل ده شكله بجده هيبقى جامعة فشخة يعني ده ده يعني المسلسل ده يعني مش هيبقى best trending number one ده هيبقى trending number one حتى كمان بعد رمضان ومعرفش ليه بس عندي احساس ان المسلسل ده بعد الموسم الرمضاني في بلاتفورم من البلاتفورمز هتشتريه وغالبا غالبا يا اما هيبقى امازون برايم يا اما هيبقى اا ناتفلكس وعندي احساس احساس ان الناتفلكس هتشتريه معرفش ليه بس عندي احساس ان الناتفلكس هتشتري المسلسل ده واو ده المسلسل ده بجد وعجبني جدا ان في احمد عيد شفته في مشهد فدي من الحاجات اللي بجد اللي ابارتني يعني في التريلر لا لا بجد معرفش ليه حسيته شوية assassin creed فهل ليه علاقة باساس ان كريد فمعرفش مش عايز افتي فحاجة انا مقردش فيها فعشان الناس ما تجيش ترجع هتهايبني يعني عشان انا معرفش بس معرفش ليه حسيته هل ليه علاقة باساس ان كريد اللعبة ولا لأ الموضوع الاسباليش اكوزيشن و اتسيو اديتوري دي فرانسي والناس الجيميرز بقى للاعب و لاعبة اساس ان كريد وكان لعبت اساس ان كريد بصراحة و كانت لعبة حلوة جدا لحد يعني اللاعب و لاعبة اساس ان كريد حعرف ان احلى اجزاء هي الاجزاء الاولى هي وان و تو ريفليشن وبرادرهود ليه بتاعت اتسيو اديتوري دي فرانسي اللي كان بتعمل في ايطاليا هل بقى حاجة في عالم اساس ان كريد دي علاقة بالمسلسل ده اللي هو اعلم فانا مش عايز افتي عشان الناس ما تجيش تقول لا اساس ان كريد ايه ومش اساس ان كريد فانا مش عايز افتي بس انا اعرف ان الحشاشين دول كانوا موجودين فانا انا مبسوط ان انا هشوف حاجة زي كده بصراحة و هنتعرف على هذه الطائفة في رمضان و من المسلسلات اللي انا حاسس ان انا مش حامل منها و ما اعتقدش ان هايبقى فيها انا عن نفسي انا بحب كريم عبدالعزيز يا جماعة يعني انا دايما بقشيد من زمان فشخ يعني حتى قبل ما حتى ابدأ القناة هوم سينما في الفيلم 19 انا دايما كنت بقول كريم عبدالعزيز هو احسن و يعني افضل ممثل جايف في تاريخ مصر في اخر 10-15 سنة مثلا 10-10 سنين في اخر 11 سنين حرفيا يعني حتى بالارقام يعني حتى لما كان بينزل مسلسلات سوريا لما كان بينزل افلام في السينما ارادات كل سنة بتجيب يعني في الازرق لما نزل اعلى ارادات في الازرق اتنين اعلى ارادات بيت الروبي اعلى ارادات الراجل يا جماعة بصراحة طييل فشخ يعني الناس كلها بتحبوا انا عمري ما شفت حد بيقول ما بيحبش كريم عبدالعزيز يعني وكريم عبدالعزيز من الممثلين المتنوعين فشخ يعني كريم عبدالعزيز من الممثلين التقال اللي مستحيل تحطه في جنر في افلام ما يبوخش وما تميعش منه وما تكرنجش منه يعني كوميدي حيعمل اكشن حيعمل تراجيدي حيعمل رومانسي حيعمل ممثل بجد فعلا بجد موهوب جدا وانا فعلا بجد بجد بحب كريم عبدالعزيز جدا يعني من فعلا بجد ممثلين المصريين بصراحة يعني كريم عبدالعزيز وحتى فعملوا دراماية في تليفزيون يعني حتى لما كان نزلوا المسلسل يعني الزيبق لحد دلوقتي انا اتفرجت على الجزء الاول على فكرة بالسكتاري انا ما كنتش ساعتها بعمل ما كنتش ساعتها في لسه فهوم سينما بعمل فيديوهات انا واحد من الناس اللي بتفرجت على المسلسل الزيبق بالجزء الاولين والحد دلوقتي احنا مستنين سيزون 2 لسه لحد دلوقتي ما اتعملش يعني والناس لسه بتطالب بيه لحد دلوقتي لان المسلسل فعلا كان جامعة فشخي فلا انا متحمس جدا لمسلسل حشاشين ودفنت لي دفنت لي دفنت لي يعني بقى معينا السنة دي في مسلسلات رمضان ده بكل تأكيد واتمنى ان بجد العمل ده بفعلا بجد ينجح وان العمل ده يسمع برة كمان مصر وفعلا بجد يعني اتمنى ان بلاتفورم من البلاتفورم زي تقيلة فشخة تشتريه زي ناتفليكس ويتعرض وينالقى يعجاب ناس كتيرها جدا وعندي احساس ان المسلسل ده فعلا بجد لو تعرض على ناتفليكس على منصة زي ناتفليكس والغرب شافوه عندي احساس ان المسلسل ده هيبقى trending worldwide ده من وجهة نظري يعني اتمنى ان ناتفليكس تفكر فعلا في المسلسل ده يعني ان هم يشتروا يعني ويعرضوا على المنصة بتاعتهم بعد مسلسلات رمضان يعني او بعد السباق الرمضاني بتاع رمضان هروح ثانية دقيقتين هدور لو فيه تريلر تانية نزلت تمام لو مفيش هرجعلكو وهقول ان هو مفيش وكيا جماعة بصوا انا دورت كتير فشخ بجد انا حرفين بالي اكتر من ربع ساعة ولا تلت ساعة بجد انا حرفين بدون مبلغة انا عمال ادور على لو فيه تريلر تانية نزلت بس هو فعلا بجاء وعمال ارفرش وعمال اكتب وعمال ادور على فيسبوك وعلى يوتيوب وكلام فيش اهجا نزلت فانا خلاص تريلر مسلسلات على هوم سينما في رمضان في البيت انتهت بالفعل حتى لو فيه تريلر تانية نزلت خلاص يعني ممكن اتفرج عليها على التليفزيون وممكن بعد كده معرفش لو غيرت رأي عايز اتفرج عليها تمام حاطلى اقول في شورت فيديو كده وخلاص ممكن في مسلسلات رمضان في رمضان في البيت السنة دي يا جدعان محدش هتلقوا مني ان انا عمل مسلسلات تاني كده خلاص انا عملت قريدي دي سادس حلقة انت متخانين ما فيش اي كونتين كرييتر تاني او ما فيش يوتيوبر تاني عمل ست حلقات مسلسلات رمضاني حاجات دي الحاجات او الحاجات الاب نورمل دي ما بتحساش غير على هوم سينما فأتمنى ان انتو تكونوا عاملين سبسرايب ولايك عشان بجد ده فعلا بجد ده بينفعنا هنا على هوم سينما وده اللي بتدي الواحد الطاقة والحمس ان هو يكمل يعني بس دي كل اللي كانت موجودة في مسلسلات رمضان الحلقة الجاية ان شاء الله بإذن الله هقول لكم هتفرج على ايه ومش هتفرج على ايه في مسلسلات رمضان بس ما عنديش احكا تاني اقولها عن بتاعت مسلسلات رمضان الفين اربعة وعشرين اتمنى الحلقة اكون عجبتكم ان شاء الله اشوفكم ده تاني قريب بتسوش تعمل سبسكرايب لايك وشير لو الحلقة عجبتكم ومتسوش بره تعمل سبسكرايب للشانلز التاني الاسمها هومالون وتيكتو حاسب لوك اشتركوا في القناة